وابد العزيز منتخب الياباني قدم اليوم مباراة العمر يعني والله شفه فرط في الشوط الأول صراحة كان يعني كان ماسك مباراة أكثر وفرط فيها منتخب الكرواتي نفس سلوبه في 2018 ياخذ مدى بعيد ياخذ نفس طويل ما عنده مشكلة يروح لأشواطي الإضافية ما عنده مشكلة لعب الانتيات للأمانة المنتخب الياباني كان متميز جدا أول تقريبا ستين دقيقة لكن برضوه المنتخب الكرواتي كان قادر على حسم المباراة حتى قبل وصولها لضربات الترجيح في ضربات الترجيح تألق لافة جدا للحارس الكرواتي أنا أشوف صحيح أن اليابان قدمت نفسها كعادتها بشكل ممتاز وهذا استمرار لليابان من أول تأهل لها سنة 98 إلى اليوم وهي تقدم نفسها بشكل مميز فهذا استمرار جودة حارس ولا سوء تنفيذ من اللاعبين والله أنا أشوفها الثنتين أنا أشوفها الثنتين بس حارس مميز صراحة يعني اليوم يعني فيه ناس أول يمكن الكابتن خالد والكابتن عباس كان ما فيه لمدرب ومساعد مدرب لياقة مدرب حراس فقط هذا الطاقم اليوم الطاقم يصير عندك 15 واحد يجي واحد يقول ليش عندك 15 لا لازم يصير عندي 15 يصير عندي واحد مدافعين واحد فيديو واحد محلل للفريق الخصم أنا متأكد أن عند كرواتيا شخص فقط ركز على طريقة تنفيذ ضربات الترجيح اليابانية والنفس الشيء بالنسبة لليابان ووصلها للحارس بشكل جيد جودة حارس ولكن برضو جودة أجهزة فنية في كرواتيا كرواتيا تستاهل الوصول مع أني أشوفها أضعف الفرق الستة المتاهلة إلى الآن